رسالتك شوف المنحب بتعنونها اليوم رسالة رسالة قدمها من خلالها نختم برنامجها ان شاء الله رسالتي لكل فنانين ومن ضمنهم الشعراء نعم ان الوصول للنجومية جميل لكن الوصول للنجومية بمادة بمعالجات بتشخيص لأخطاء المجتمع اجمل بكثير باشر التاريخ محكمة وكل احنا رح نوقف قدام محكمة التاريخ فحاولوا انه من توقفون قدام محكمة التاريخ ما تكونون بس نجوم تكونون اصحاب مادة ومن خلال فنانين رسالت للشعب يا شعب النجوم اللي تصنحهم سلبياتهم ما ترجع عليهم بس سلبياتهم ترجع عليك اليوم المجتمع العربي من يباوع لك نجومك فلان وفلان وفلان اللي بلى محتوى واللي بلى ثقافة واللي مهزلة بالله العلي العظيم مهزلة كبيرة انه نجومنا اليوم مثل يعني فهذا السلبيات ما ترجع بس على النجم ترى هذا السلبيات ترجع عليك انت ترجع عليك وعلى اولادك وعلى احفادك وترجع عليك كل ومن الشعب رسالة للعلام يا اصحاب الاعلام واصحاب المنصات اصحاب المحتوى الفارغ لا تجيبوهم لا تدورون مشاهدات يعني كافي الموضوع صار اكبر من حجمه المبدع ما يروح يدق باب القناة يقولهم انا اريد اطلع حاول يدورون على مناطق الجمال على المبدعين لان صناع يعني يوم صنع النجم يأثر يأثر هواي بثقافة المجتمع واني اريد اصنع نجم من عنده اصنع مجتمع متسامح وختاما اذا اكو دقيقة واحدة او دقيقتين انا اريد اسولف عن الموضوع انسألت في يوم شنو هذا الوشن اللي بيدي انا اجيب اسألك بس قلت خافة حرجة فدو اروح لك اكمل عنده رسالة اذا اوصلها من خلال هذا البرنامج بما ان الفقر الاخير هي رسالة اعني هذا الوشن مفردة سومرية تلفظ امارجي تعني الحرية عمر هالي المفردة 4500 سنة هذه المفردة هي اقدم مفردة تشير الحرية بالكوكب جميل واني اتمنى ان تكون هذه المفردة شعار لجمهورية العراق هذا الشعار اللي عابر للطائفة والديانة واللون واللغات والعرق هذا الشعار اللي ينتمي لعمق التاريخ لهذه الارض وينتمي لحرية الانسان فقط واني مستاء جدا ومستغرب صراحة بان شعار جمهورية العراقية اليوم هو طائر العقاب طائر العقاب اللي ما يعرف هذه المعلومة انه افراخه اول ما يجل للدنيا الاخ يقتل اخوه والاغرب من هذا ان الذكر والانثى ما يتدخل بحل هذا النزاع يتاني من يقتل ويعيشا القاتل فاني اليوم اريد ابني مجتمع متسامح ومجتمع يحب الانسان خال الرمز مع الجمهوريته طائر قاتل وافراخه اول ما يجل للدنيا والاخ يقتل اخوه وان كان يتمتع بالشجاعة ويتمتع بالقوة وانه هو مياكلة من فريستا وينقض من اعلى على خصمه لكن بالاخير هو العالم يعني افراخه الاخ يقتل اخوه فاني ايد ابني مجتمع عراقي وهذا المفرد عراقية والشعار ما الجمهورية اليوم لازم يكون عراقي هذا تنتمي اتمنى هذه الرسالة انه اخذ على محمل الجد من الناس المختصة بهذا الموضوع حياك الف تحياتي لك يا ساتر تحياتي لك ساتر شاعر جميل جدا